طيب خلينا نروح نشوف أهم ما يكتب على النادي الأهلي في المواقع بوابة الأهرام محاضرة فنية بالفيديو للعيب الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب بوابة المصر اليوم مديرية أمن الإسكندرية تعلم في التطل تأمين مباراة الأهلي وفيتا كلوب الموقع الرسمي للأهلي الأهلي راحة من المران جداً واستقنف تدريباته الأسنين موقع الرسمي للأهلي مران مدني خفيف للجائبين عن مباراة فيتا كلوب بداية بوابة الشروق الأهلي يؤكد جهزية ساعة سمير لموقعات الجزائر بوابة سبورت الكشف الطبي يحدد موعد انتظام أزارو في البرنامج التأهيلي مبتدى موعد انتظام مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية موقع الرسمي للأهلي الشيخ وربيعة يؤديان جلسة في الجمع وان سري عبدالقادر يشيد بجهود سفير مصر في أبي الجامع طيب أخبار كلها أكيد مهمة بتخص النادي الأهلي ينتدي بوابة الأهرام واللي قالت ان في محاضرة فنية بالفيديو لعبة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم أمام فريق أبيتال كلوب وده شيء أكيد بديه وشيء طبيعي جدا محاضرة أكيد هتكون يعني قبل المباراة بساعتين إن شاء الله مباراة ساعة تسعة محاضرة هتكون سبعة بالضبط تحرك الفريق حيكون سبعة ونصف من مقر إقامته في برج العرب المسافة حوالي بصدق عشر دقايق أو أقل قليلا يعني ويوصل الفريق إن شاء الله للملعب برج العرب وستدين جيش فبالتالي محاضرة هتكون مهمة جدا أكيد فيها أو من خلالها مستر لسارتي هيحط النقاط الأخيرة بالنسبة للفريق والتعليمات الأخيرة بالنسبة للعبين قبل هذه المباراة وكمان ممكن يعلم فيها أو أكيد مؤكد هتكون فيها التشكيل اللي هتدي به هذه المباراة محاضرات السابقة مش بس محاضرة قبل المجرى محاضرات السابقة كلها كانت محاضرات غاية في الأهمية من الجهاز الفني بشكل كامل للعبين وأهمية هذه المرحلة وأهمية البداية أو البدايات القوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا من كلال دور المجموعات وأكيد كان فيه تركيز على نقاط القوى والضعف بالنسبة للفريق فيتا كلوب فبالتالي إن شاء الله محاضرة هتكون همة جدا قبل تحرك الفريق لإستاذ الجيش ببرج العرب كمان بوابة المصري اليوم بتتكلم عن إن مديرية أبن الإسكندرية بتعلم في الطاطة لتأمين المباراة الأهلي وبيتا كلوب إحنا عارفين إن الأبن سمح بحضور عشر تلاف مشجعة لمؤذرة النادي الأهلي في هذه المباراة نتمنى طبعا فيما هو قادم يكون الأعداد أزيد من كده لأن جمهور النادي الأهلي أكيد جمهور كبير جدا نتمنى الإستاذ كله يمتلع عن آخره لأن مهم جدا تواجد جمهور النادي الأهلي بجوار الفريق في هذه المباراة الصعبة جدا ما بالك طبعا مباراة المباراة كلها بشكل عام لكن المباراة طبعا دوري أبطال أفريقيا بشكل فاصل بالتالي حيكون شيء مهم جدا تواجد عدد أكبر من كده في المراحل المهمة المقبلة لكن الأهم كمان النهاردة الأهم أو هو نداء لجمهور النادي الأهلي اللي خايف أكيد على مصلحة فريق إنك تشجع الفريق بس مش عايزين أي شتاين أي ألفاظ خارجة لأي حد من الشخصيات بشكل عام احترام والتقدير لكل الشخصيات لو اللي بيغلط في النادي الأهلي بيبقى فيه إجراءات قانونية إحنا عارفينها كويس جدا ومجلس إدارة النادي الأهلي بياخدها فإحنا نسيب المجلس نفسه هو اللي يتصرف فيه هذه الأمور دون تطرق لأي أشخاص خارج النادي الأهلي إحنا عايزين نشجع الفريق ونقذره بالشكل المطلوب عشان نقدر إن شاء الله أو نقدر نحق النتيجة المطلوبة من خلال الفوز المبارات النهاردة مش بس المبارات النهاردة أي مباراة هيكون متواجد فيها جمهور النادي الأهلي لو ركزم مع الفريق بس وده اللي كنا متعودين عليه دايما نتكابل جمهور النادي الأهلي ده اللي حيكون الفريق إن شاء الله الانتصار حتى لو مبارات صعبة حتى لو الظروف ما عنده النادي الأهلي لكن دايما جمهور النادي الأهلي هو الجمهور رقم واحد في مؤذرة السريق في مختلف البطولات فهو نداء أكيد لكل الجماهير بتحديد جمهور النادي الأهلي كمهورات النهاردة عدم التطرق لأي شخصية بشكل عام في مصر عدم التلفز بألفاظ خارجة تكيز فقط مع فريق النادي الأهلي ده نداء أكيد ده مهم جدا وإن شاء الله جمهور النادي الأهلي عارف جدا جدا مصلحة فريقه من خلال المؤذرة في أرضية الملعب وتشجيع اللاعبين إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي المهاردة أتمنى بإذن الله إن العشرة تلاف كلهم يحضروا لأن تواجدهم حيكون مهم لو يمفع يجيدوا كمان عن كده لكن هو الأمن للأسف سمح بعشرة إن شاء الله تنهاردة تكون بداية لزيادة عدد الجماهير وخصوصا قبل الإثبال على بتورية الأمم الأفريقية في مصر إن شاء الله في شهر 6 المجد طيب الموقع الرسمي لنادي الأهلي قال إن الفريق حيكون راحة من المران بكرة يعني طبعا نهاردة المباراة فبالتالي حيتم استقناف المران بداية من يوم الاثنين الجاي يعني بعد بكرة إن شاء الله بالتالي حيكون بكرة راحة بالنسبة للفريق وده أكيد شيء مهم وخصوصا إن فيه يعني مسافة معقولة إلى حد ما قبل مباراة فريق شابت الثورة الجزائري في الجزائر المباراة حتكون يوم 18 هناك فبالتالي الجهاز الفني قرر كده من قبل المباراة إن يكون بكرة راحة إن شاء الله على أن يستقنف الفريق تنهيباته يوم الاثنين القادم وأكيد حيكون مباراة أو حتكون مباراة صعبة جداً أمام فريق شابت الثورة الجزائري بعد ما خسروا مباراة اليوم أمام فريق سنبا التنزاني من نتيجة 3 صفر نتيجة كبيرة في الحقيقة وأكيد حيكون عندهم دوافع كبيرة جداً إن شاء الله النادي الأهلي يستعد لهذه المباراة بس نخلص الأول مباراة النهاردة ناخد 3 نقاط ويتم التركيز إن شاء الله في ما هو خاضم تحديد مباراة شابت الثورة يوم 18 إن شاء الله لوكسيت الماشين دول يبقى أنت كده قطعت شوت كبير جداً نحو التأهل لدور الثمانية من بطول الدوري أبطال أفريق كل توفيق النادي الأهلي الموقع الرسمي للأهلي تكلم على إن فيه مران أبداً يزيائبين عن مباراة فيتا النهاردة إحنا عارفين إن فيه مجموع من اللاعبين غير مقيدين في القايمة الأفريقية بالتالي كانوا متواجدين نهاردة في إستاذ التتش مع حسين عبد الدايم اللي هو طبعاً مساعد لضرب الأحمال وكان عندهم بعض التدريبات البدنية القوية وأكيد كانت تدريبات مهمة من الظلم عشان يكونوا لقوقين للمرحلة المقبلة في حالة استدعاء أو قيد أحد هؤلاء اللاعبين في قايمة الفريق سواء المحلية لأن في بعضهم مش مقيد محلية أو حتى كمان الأفريقية إحنا عندنا في عمر جمال في رامي ربيعة في صالح جمعة مقيد محلية أو تم كيده محلية لكن لسه أفريقياً ما يتمش كيده وفي اتجاهها بالمناسبة لكيد صالح جمعة أفريقياً بعد إصابة محمد محمود هذه الإصابة المؤلمة بالنسبة لكل أهلوية وصراحة طيب بوابة الشروق تتكلم على إن الأهلي بيؤكد جهزات سعد سمير من موقع الجزائر سعد سمير أحد اللاعبين المهمين جداً 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 في خط الدفاع على أقل الراجل بيلعب في مركزه مدافع ما مضطرش إن إحنا نجيب حد باك رايت أو باك ليفت بيلعب كمساك لكن سعد سمير لعب دول كبير لعب كان مفيد جداً للنادي الأهلي من كل الفترة اللي فاتت ما كانش موفق بالشكل المطلوب سعد سمير في الحقيقة هو مستعد بس الفريق ككل على مدار شهر فات أو شهر وحاجة بسيطة كده نادي الأهلي ككل ككل ما كانش موفق لكن يبقى سعد سمير أحد العناصر الهمة جداً في تشكيلة النادي الأهلي عودته هتكون مهمة وخلاص زي ما أعلم نادي الأهلي النهاردة إن سعد سمير هيكون جاهز لموقعات الجزائر جاهز طبية وده اللي أكده دكتور خالد محمود طبيب الفريق لكن بدنياً هو الرجل الشارك أعتقد في أخي التدريبين لنادي الأهلي في المران الجماعي لكن هل هيكون لقى بنسبة 100% بدنياً لخد هذه المباراة صعبة أمام فريق شبيبت الثورة الجزائري اعتقادي الشخصي اعتقاد شخصي وليس معلومة إنه هو حيرافق البعث هناك في الجزائر لكن ما أعتقدش إنه هو حيشارك في المباراة كأساسي ممكن يكون بديل يعني تحسباً لعدم تكرار الإصابة أو يعني أعطاء اللعب راحة أكبر وفرصة أكبر لإنه هو يكون مهيئ بشكل أفضل للمباراة الهمة اللي حتالي طبعاً مباراة فريق شبيبت الثورة الجزائري ربابا سبورت كمان بتتكلم على الكشف الطبي اللي هيحدد طبعاً موعد انتظام أزارو في البردانج التأهلي أزارو أحد العرين المهمين جداً جداً بالنسبة لنادي الأهلي وهدف الدوري الساعة انفقتت وهدف النادي الأهلي في بطولات أفريقيا بالتالي عودته هتكون مهمة جداً وليد أزارو أو الإصابة كان محدد لها ست أسابيع أعتقد عدى أسبوع أو عشر تيام فبالتالي قدامه نقول خمس أسابيع نقول خمس أسابيع عشان يرجع أزارو للتدريبات الجماعية بالنسبة لنادي الأهلي لكن هو في الفترة دي بيعمل بعض التدريبات الأعلاجية طبعاً احنا عارفين هو عنده زي مزق كده في العضل الضم ودي عضلة رخمة وصعبة شوية يعني في الكرة كل الناس بتلعى الكرة عارفة الإصابة دي بتبقى صعبة شوية لعيب الكرة بتأخروا شوية لكن إن شاء الله أزارو من خلال الكشف الطبي حيتم تحديد موعد انتظامه في البرنامج التأهيني ومن ثم الانتظام في المرآن الجماعي بالنسبة لفريق النادي الأهلي طيب يعني برضو من ضمن الأخبار والأسف أخبارنا كلها الفترة دي عن المصابين في النادي الأهلي إن شاء الله مرحلة ونخلص منها بقى يعني المرحلة وتعدي بإذن الله ويكون كل اللعبين لقاقين ومتاحين بالنسبة لمستر مارتين لسارتي علشان يقدر تكون قدامه الاختيارات كلها مفتوحة ويقدر يختار التشكيل بشكل فيه أريحية بشكل كبير جدا عشان يساهم في انتصارات الفريق إن شاء الله بالشكل مطلوب موقع رسم النادي الأهلي قال إن الشيخ وربيع يؤديها جلسة في الجيم احنا عارفين أن أحمد الشيخ عنده إصابة في الكاحل بالتالي بعادته شوية عن مبرات سموحة ما شاركش فيها وكان شارك في مبرات بيراميدز وكمان رمي ربيع عنده كسر في إيدو لكن إصابة قديمة بالنسبة لرمي ربيع نمع خلاص تم التخلص منها نهائي وتم التعافي منها بالنسبة الرمي بشكل نهائي خالص والراجل ما بيشتكيش من أي حاجة لا فيه ألام في الحود ولا فيه العضلات الضمة بالنسبة له الراجل من الأصدات القديمة بالنسبة له ما فيش أي حاجة للأسف لما رجع رمي ربيع إن هو شارك في التدريب وأنا كنت حضرت المران ده بالمناسبة يعني وقع على إيدو إيدو قصد حظه سيء جدا جدا رمي ربيع سواء هو أباس معالي من اللعابين لنا حظهم سيء لكن في حالة عودة رمي ربيع أكيد حيكون إضافة قوية جدا جدا لخطة فعالنادي الأهلي الفريق ككل فإن شاء الله رمي ربيع يكون جاهز هو أحمد الشيخ خلال مرحلة المقبلة عشان إن شاء الله يقدروا يقودوا الفريق لمراحل همة جدا مقبلة ويكونوا يعني داعم كبير لصفوف فريق النادي الأهلي كل توفيق إن شاء الله